أكد معالي السيد أحمد بن سلمان لمسلم رئيس مجلس النواب أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم ودعمه متابعة سموة للعاد رئيس مجلس الوزراء تمضي قدما في رسم وتنفيذ الخطط والمبادرات التنموية من أجل تحقيق انتزاماتها البيئية والمناخية جاء ذلك خلال كلمة معالي رئيس مجلس النواب رئيس وفد الشعبة البرلمانية في افتتاح أعمال منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو متوسطية والخليج لبرلمان البحر الأبيض المتوسط والمنعقد بالمملكة المغربية الشقيقة وأشاد معاليه بعمق العلاقات الأخوية التاريخية والمتطورة التي تجمع بين مملكة البحرين والمملكة المغربية الشقيقة في ظل ما تحظى به من رعاية واهتمام من جلالة ملك البلاد المعظم وأخيه صاحب الجلالة ملك المملكة المغربية الشقيقة ومهنيا معاليه المملكة المغربية بمناسبة قرب حلول ذكرى الاحتفال بعيد العرش المجيد ومناسبة ذكرى اليوبير الفضي لتولي جلالة الملك محمد السادس مقاليد الحكم وخلال كلماته في المنتدى الاقتصادي أشار معاليه لأن ريادة الأعمال في مملكة البحرين تشهد اهتماما بالغا وتطورا واسعا وتجارب رائدة في دعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة وخلق بيئة استثمارية جاذبة كما أوضح معاليه أن مملكة البحرين تؤمن إيمانا مطلقا بأنه لا تنمية دون أمن وأن إرساء الاستقرار وتحقيق الأمن والسلم الدوليين لا يتحقق في ظل استمرار الصراعات والنزاعات وأن دعم جهود الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية يعد أمرا جوهريا وأساسيا للمنطقة داعيا معالي رئيس مجلس النواب منتدام الراكش البرلماني الاقتصادي إلى دعم مبادرة مملكة البحرين في دعوة واستضافة مؤتمر دوليا للسلام والتي أعلنت عنها في القمة العربية الثالثة والثلاثين مشهدين في هذا المقام بعمق العلاقات الأخوية التاريخية والمتطورة التي تجمع بين مملكة البحرين والمملكة المغربية الشريقة في ظل ما تحظى به من رعاية واهتمام من لون حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشريقة حفظه الله ورعاه مهنئين المملكة المغربية بمناسبة قرب حلول ذكرى الاحتفال بعيد العرش المجيد وبمناسبة ذكرى اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك محمد السادس مغاليد الحكم دعين المولى عز وجل دوام التقدم والنماغ وتطور والازدهار للمملكة المغربية الشريقة في ظل قيادتها الحكيمة ترجمة نانسي قنقر